طيب نروح للأهلي النهاردة للأهلي حضرتكم عارفين نحن خلاص 48 ساعة بتفصلنا عن مباراة المقاولين نرجع مرة تانية عجلة الدوري تدور ونهاردة للأهلي كان عنده تمرين الصبح في التتش عشان المطش بتاع يوم الجمعة إن شاء الله مباراة ليست سهلة على الإطلاق فيها مؤسرات كتير فيها فترة توقف تعتبر طويلة إلى حد ما الأهلي يمكن لعب مطش أو مباراة داية واحدة بس مع مينيت سامنود اتطمننا فيها على سكواد الأهلي المش دوليين عندك عدد كبير لا يستهام به سواء مع منتخب مصر أو مع منتخبات بلادهم علي معلول في تونس بل سيتاو جنوب أفريقيا ميكي سوني في موزنبيق أليو ديانج في مالي بدر بانون في المغرب وبالتالي كمية اللاعبين الدوليين اللي كانوا غيبين على الأهلي الفترة اللي جاء اللي فاتت عدد كبير مش قليل وبالتأكيد اللاعبة دي يعني مرهقة لأنهم أغلبهم شاركوا في معسكرات لعبوا مطشين أو مباراتين دوليتين هيجولك هل يدخلوا في الحسابات ما يدخلوش في الحسابات كل ده طبعا حسب تقدير ميستر مسلماني اللي النهاردة يمكن إدى محاضرة في بداية التمرين محاضرة سريعة كده نتكلم فيها على عدد من النقاط والأمور الفنية مش بس اللي خاصة بالمطش بتاع المقاولين لكن لللي جاي إن شاء الله بإذن الله ككل انتلاقتنا في بطولة الدوري كتولى أروع وعلى أحسن بداية تقدر تقول عليها كاملة الأوصاف عدد تسع نقاط من تلات مباريات غزرة في التهديف فنتمنى إن شاء الله أن المسيرة بتاعت الأهلي تستمر في بطولة الدوري وأولها طبعا مباراة المقاولين ترجمة نانسي قنقر